نهاردة نادي نيوم اللي بينافس في دوري الدرجة الأولى السعودي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع نجمينة المصري أحمد حجازي بعد مشوار رائع جدا جدا مع فريق اتحاد جد وده الصور نهاردة في معسكر نيوم في تركيا وأنا واقف بقى بعيد عن الصور دي على أواقف عند اللي كتبوا أو الرسالة اللي بعتها نادي اتحاد جده ونشرها لحمة حجازي يا أخي ففرج على الاحترام يا أخي ففرج على الاحترام في كل كلمة احترام مفيش بعد كده في كل كلمة من نادي اتحاد جده لحمة حجازي تقدير لمجهوده مع الفريق تقدير لمجهوده مع اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي أحد كبات منتخبنا الوطني بص الكلام بص حلوته يعني اللي كاتب الكلام ده في اتحاد جده غالبا راجل شعر مش كاتب عادي كلام حلوة أوجي أوجي بص يا سيدي إلى أحمد حجازي مع التحية كسبت محبتنا منذ اليوم الأول لك في ندينة وكنت مصدر إلهام للجميع بروحك القتالية وإصرارك على الفوز فقد نقشت اسمك بحروف من زهب في تاريخ ندينة وقبل ذلك في قلوبنا وستظل سورتك وأنت تقف حاجزا أمام الخصوم وترفع البطولات حاضرة في الزكرة وسيبقى صوت توجيهك وبس الحماس في زملائك نغمة نطرب بها يا سلام شكرا أحمد حجازي على كل ما قدمته لهذا القميص ولهذا الجمهور ولهذا النادي شكرا حجازي على كل مرة كنت فيها بمثابة درع الأمان لدفاع الاتحاد شكرا من أعماق قلوبنا جميعا لك اليوم لا نودعك بل نتمنى أن يتجدد اللقاء بيننا قريبا في مدرج الزهب ليس وداعا بل نراك بخير قريبا نادي الاتحاد ولاعبوه وجماهيره يا سلام يا سلام يا نموذج نموذج وداع نموذجي جميل محترم بحجم احترام أحمد حجازي لكل الأماكن اللي اشتغل فيها لعيب مهزب راجل مخلص كل حاجة مميزات عايزها في لعيب كورة هتلاقي في أحمد حجازي راجل اللي جات له إصابات صعبة جدا كانت كفيلة أنها تنهي مشواره في كرة القدم مبكرا بيقف على رجله بيبقى أحسن لاعب بيبقى أحسن مدافع ودايما مركز في شغله لا يتحدث كثيرا فقط في الملعب يؤدي بشكل رائع جدا كعادة أحمد حجازي صخر الدفاع منتخبنا الوطن